موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بنات كده ينبس عليكم كنتمنى تكونوا بخير واشركم بروكة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم شبكية بزنجلان واللوج تجي روى البنات وهشيشة مداق لا يقاوم بطريقة جد مبسطة خليكم مع الفيديو للاخير مع المقادير وطريقة تحضر موسيقى هنا بحاجتنا الكيلو الدقيق الابيض وتكون نوعية وممتازة سنضيف لها معلقة كبيرة حبة حلوة مطحونة هنا عندي كاسد العنباء بماء 100غ زنجلان مغسور ومحمار في الفران ومطحون بحاجتنا أيضا 100غ لوز مطحونة بالقشرة بقياس كاسد العنباء هنا معلقة كبيرة مطحونة وعدنا معلقة كبيرة أيضا الخرقوم خرقوم يعطينا اللون في الشباكية حسنا مطحونة هنا نحتاج معلقة صغيرة الخميرة حلوة فقط معلقة صغيرة سنخلط هذه المكونات حتى يتجنسوا ثم نضيف قبصة الملحة هنا الزيت بما يؤدي 160 مليلتر زيت المائدة أيضا 160 مليلتر زبدة مذوبة بقياس كاسد العنباء 160 مليلتر سنضيفها الخليط ونحرك هذه المكونات جيدا حتى يتجنسوا بقياس هناك تحاولوا تخدمون دقيق مع ذاك الزيت وذاك الكوام حتى يتجنسوا بعد ما نكمل ثم نضيف 250 مليلتر الماء الزهر 250 مليلتر الماء الزهر أولا سنجمع به الأجينة زيلي موسيقى اولي دعوة موسيقى معجيل هنا كما تشوفوها مأي البنات الأجينة ديالي مازال خاصة هادليك هنا غادي ندوز وغادي نقسمها الى جوش وكل قطعة غادي نديرها في الروبو ديالي هو اللي غادي يدلكها كما كتشوفو البنات هنا يوضعت القطعة اللولة ديالي في الروبو غادي نضربها في الروبو ومرة مرة تقود ضيفو القليل ديال الماء الزهر غي شوية ماشي بزاف كي يساعد الأجينة انها تدلق مزيان في الروبو والأجينة في الاخير ما خصتها تكون قاسحة نيجارية يعني خصتها تكون شاد درسها وأممتهم تكون رطبة باش انكم تقدروا تورقوها متجيكونش صعيبة وتقدروا تتشكلوا الشبكية ديركم بسهولة أنا هني غادي نخدمها بزيان في الروبو حتى كتولي لينة سافي لأجينة ديالين بعد ما تدلقات في الروبو عندما تشوفو كيفش كتجي هذا بغادي ندوز وغادي نقطعها إلى قطع متساوية ومن بعد غادي نشكل كوريات غادي نحاول ندلكها شوية في طاولة الأمل واحد بضع ثواني فقط سافي هنا بعد ما كملت البنات سوف نأخذ هذه الكوريات ونضعها في كيس بلاستيكي ولا يساكدوا كونجلسيون ونجعل الأجينة ديالي ترتاح واحد مدة ثلاثين دقيقة ضروري هذه الأملية هذه واشتسهل عليها التوراق ديال الأجينة سافي هنا بعد ما ارتحت عندي الأجينة البنات سوف نأخذ واحد الكورة ديال الأجينة بعد ما ارتحت عندي ثلاثين دقيقة ضروري ثلاثين دقيقة ترتاح سوف نأخذ واحد الكورة ونضعها بالمدلك كما تشوفوا معي ونضعها على جوش ونقلبها 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 أو ثاني بالوراق ونقلبها مرة أخرى على جوش ونقلبها 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 ثلاثين دقيقة ترتاح المرة ضروري ونقلبها لعبات فيتي ونقلبها هذه المرة الثالثة نقلبها ونقلبها على جوش ونقلبها 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 بلاستيكي ونقلبها في مدرسة العملية هذه لجميع الكوريات التي بدي سوف نقلبها سوف نقلبها ونقلبها جيدا لأنها تكون رقيقة بثاف موسيقى 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 سوف نقلبها و نقضيها و نضغط عليهم لكي لا تتحل شباكية نستمر بنفس العملية حتى نكمل كمية كاملة نأخذ الشريط الأول و نضعه فوق الثالث و نضعه فوق الآخر و نضعه فوق الآخر و نقلبها و نضغط على الجوانب طريقة سهلة جدا و واضحة سوف نستمر بنفس العملية حتى نكمل كمية كاملة لدي الحجينة الشباكية سوف نقوم باستخدام الشباكية سوف نقوم باستخدام الشباكية هنا أسل منزلي خلطتهم الأسل الذي شريته من الزنقاء هنا يكون الزيت ساخن يعني تسخن الزيت في الأول مزيان ثم نقوم باستخدام الشباكية سوف نقوم باستخدام الشباكية واستخدام الشباكية emeخب knot في اليوم نقوم باستخدام الشباكية và الحنان نقوم باستخدام باستخدام يأتخدام آنرد مستخدام نضع كمية اخرى بعد التحمر نضع زيت مباشرة في العسل لا تسخد العسل لنضع كمية اخرى وضعها مباشرة في العسل نضع كمية اخرى في العسل ثم نضع كمية اخرى في العسل نضع كمية اخرى لان يجب ان تقليوا لان يجب ان تشربوا جيدة للعسل لان يجب ان تقليوا واحدة القلياء وتوضعها في العسل اضفوا الى العسل يعني حتى التأسل لكم هذه الشبكية وتحييذوها اعاد قليوا فوج اخر باش ما تضيعوش فضو هناك ناخد العسل ونرميها مباشرة فوق الشبكية باش ما تتهرسش لها لانها فيها اللوز وفيها الزنجلان كتكون هشيشة بزرف يعني غيب شوية لها كتحولوا معها غيب شوية اخرى انا هاو مدى بشتال اخرى تحمروا عندي شبكية تحمرت عندي يعني الفوج الثاني للي يدرس تتحمر هنوضع احتوى مباشرة في العسل مثل ما كتستقطرهم زيان باش الزيت باش الزيت ما تخسر لكم من السلف احضار لتشرب الأسل ونحيضها لكي ندوس ونقليل كمية أخرى لكي لا تضيق الوقت ولا تضيق لكم يجب أن تشرب الأسل جيدا بعد أن أخذتها تقريبا 30 دقيقة بعد أن أخذت الأسل سوف نقطرها جيدا لكي لا تضيق الوقت وكي لا تضيق الوقت سوف نقطرها جيدا نضعها في الكسكاس ونقوم بتقطرها على خطرها سوف نحيض الشباكية من العسل هنا نبدأ أن نقليل الفوج الأخرى من الشباكية لكي يكون كل شيء من الضم لا تضيق الوقت و لا تضيق الوقت نقليل كمية وليسها من الأسل حتى تشرب الأسل ثم تذكر أسل سوف نقليل كمية الأخرى يصبح أن تضيق الوقت بجدد الطريق بجدد لا تضيف سوف نجعلها جيداً من الأسل ونقوم بتقليل كمية الأخرى ونطلقها إن شاء الله في المرحلة الموالية كما تشوفوا البنات بعدما كملت القليان الشبكية هذا هو الشكل ديالها هذا هو الشكل ديالها جديدة في البنات ونضع الطريقة الزيين هنا نأخذ بلاتو نرشلها جنجلان جنجلان يكون محمر في البنات سوف نأخذ شبكية ونضعها في البلاتو على وجهها الوجه يكون الفوق فوق سوف نضع الطريقة الزيين ثُفر ثلاثه ونضع المرحلة سوف نضع طريقة الزيين أيضاً تصرف إلى أتبقى أنتم طريقة سهلة جداً هي سيفغية الشبكية تأخذ شوية الوقت ولكن ما فيها بس لأننا نوجد كمية يعني الشهر كامل دي لرمدان إن شاء الله يدخل عليكم بصحة والسلامة وكل ما كتمنوا بإذن الله ومنها نأتو حتى شوية في سبيل الله سوف هنا نوضع كمية أخرى دي الشبكية وكندوز وكنزينها بالجنجلان سوف نبقى لنفس الطريقة حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي دي الشبكية كنزينها كلها بالجنجلان هذا هو الشكل نيائلي شبكية بزنجلان اللوز اللي حضرت معاكم اليوم ما شبكية هائلة مقادر مضبوطة كجيم الكا والديدة والشاربة لأسل نتمنى الوصفة ديالي ديال اليوم من الإعجاب ديالكم ونجربوها لمائدة رمضان كيف العادة ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم والبارتاج ديال الفيديو مع الأحباب والأصدقاء اللي تأم الفائدة انا غدين اخذ لكم واحدة باش تشوفوا كيفش كاتجي من الداخل انتوما كيجي شكل ديالها زوين بزار كاتجي شاربة لأسل البنات وكاتجي مقلكة ايضا انتوما شوفوا كيفش كتفرتت هذا كل لوزو زنجلان كيأتوها واحد لها شاشة رائعة جدا ما قليا قلن قلكم الى فيديو قادم ان شاء الله ما ادليش اسكيتشان المطبخ اللذيذ مع السلامة وفي امان الله شكرا